السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع جديد خالص ما تكلمناش فيه قبل كده اللي هو كلام الناس كلام الناس اللي بيقدم وهيأخرك هيأخرك عن تحقيق أحلامك ملكيش دعوة كلام الناس خليك في طريقك ما تبصيش لغيرك بص لطريقك وسيبك من لت وعجن كلام الفاضي اللي هيأثر عليك خليك إيجابية خليك أفضل امشي في طريقك اختاري شركائك في الطريق اختاري حد يضيف لك لو مشيتي وراء كلام الناس هيكون عندك طاقة سلبية وهتعطلك عن طريقك خليك وثقة في نفسك سيبك من أي حد يعطلك عن حلمك خليك صاحبة قرار نفسك خليك مستعدة لتحقيق أهدافك خليك مستعدة تعيش أحلامك خليك مستعدة لأي تحديات هتواجهك مش هيوقفنا كلام الناس خليك مستعدة لحياة جديدة ملينا بالأمل والتفائل والتغيير الأفضل علمي وربي وتغييري اتحركي اشتغلي على نفسك قول نفسك بطلنا اللي عطلنا كفاية بقى خليك جميلة من جواك الجمال مش جمال مش جمال الشكل الجمال جمال الأخلاق والتربية ما تغديش بالمظاهر الكذابة وما تسبيش لحاجة لأي حاجة تغيرك اردي اردي باللي ربنا كاتبهولك أكيد ربنا كاتبلك الأفضل أكيد كاتبلك الأحسن بس انتي بتمشي في الطريق الغلط أو الخطأ فقري واشتغلي على نفسك وساعتها هتلاقي نفسك وتكوني في الطريق الصح ادي لنفسك فرصة التغيير كوني دايما مستعدة للتغيير طول ما انتي ماشية صح عمرك ما حدا هيقدر عليك علشان انتي صح خليكي دايما صح واسيبك من كلام الناس عمرها ما هتبطل كلام سواء كنتي صح أو غلط انتي لازم تتغيري بمزاجك أحسن ما ييجي عليك يوم وتتغيري غصبا عنك بس ساعتها ممكن تتغيري للأسوأ وتبقي زي الناس الوحشة ادي لنفسك فرصة التغيير علشان تتغيري الأفضل أنا مش هقدر أغيرك انتي اللي هتغيري نفسك علشان تكوني أحسن علشان تكوني أفضل أنا مش بطلب منك المستحيل بقولك تغيري الأفضل والله العظيم هتقدروا تتغيروا للأفضل خليكي مسقفة اهتمي بالأخبار شوفي مصر بتواجه مشاكل كبيرة وعديدة شوفي كلمة الرئيس من أميك كم يوم المجتمع الدولي بيتحرك وانتي قاعدة مكانك تحركي قومي ابني بلدك اتغيري الأفضل مفيش وقت بلدك محتاجي لو انتي عايزة حالنا يتصلح بجد لازم يبقى فيه تنمية بشرية للمرأة المصرية انتي اللي هتنمي انتي اللي هتكبر انتي اللي هتعلمي قوموا اتحركوا اشتغلوا على نفسك مش هتحصل التنمية دي غير لما الست المصرية هي اللي هتتغيري الأفضل هتشتغلي على نفسك وهتطوري نفسك وهتبطل إلى التوعجن وغيبة ونميمة وهتبطلوا تتكلموا في أعراض الناس وهتبطلوا تعملوا كل الحاجات الوحشة اللي انتوا بتعملوها دي اتغيروا اتغيروا احسن ما تندموا في يوم اللي انتم ما تغيرتوش يوم مش هينفع فيه ولا مال ولا بنون يوم هتتحسبوا عليه وستسعيتها مش هيبقى فيه وقت للندم عشان مش هتقدروا ترجعوا تاني كفاية كده بلك ومحتاجاكو لو عايزين حالكو يتصلح بجد قومي وتحركي واشتغلي على نفسك وعملي تنمية لبلدك بلدك بتنتيكي او لا تحبطش او تملي خليك قوية خليك قوية خليك قوية وتحدي نفسك عشان توصلي لحلمك واسبكوا من كلام الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته